ومن الحاجات كمان اللي شغلت السوشيال ميديا بشكل كبير خلال الاسبوع ده كان فيلم معلي ماما بطولة الفنانة بشرة بس اللي شغل الناس هو ان الفيلم اتشال من السينماس بعد شهر ونص بس من عرضه وده لانه حقق ارادات ضعيفة جدا وصلت لمية وثلاثين جنيه في الليلة الوحدة يعني اجمالي ارادات 217 الف جنيه بس وده طبعا بيعتبر اراد ضعيف جدا مقارنة بالافلام المعروضة في نفس الموسم يعني هنلاقي ان فيلم الجريمة لاحمد عز بتصدر شباك السينما وبيجي بعده فيلم حامل لقب بطولة شام ماجد ودينا الشربيني وبعدهم فيلم من اجل زيكو بطولة مينا شلبي وكريم محمود عبدالعزيز وهنلاقي انه اجمالي الارادات لفيلم الجريمة حوالي 30 مليون جنيه وبيجي بعده من اجل زيكو حوالي 26 مليون جنيه وبعدين فيلم حامل اللقب حوالي 9 مليون جنيه